موسيقى 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 لأنكم جميعا نحن جميعا أبناء الله من هما المؤمنون بيسوع المسيح طب أنا لو سألت حضرتكم هل نحن مؤمنون بالسيد المسيح تقولي طبعا أنا آمنت بالسيد المسيح واعتمت وصرت إنسانا مسيحيا فأنا أدعى ابنا لله ابنا لله بالتبني يسوع المسيح ابن الله بالطبيعة فأنا صرت ابنا لله أنتم متخيلين التعبير ده يخلينا نعيش السمع على الأرض لو فقط أنا وضعت أمامي هذا التعبير أننا جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح خلينا ناخد دي في الأول عشان نوصل للمستوى العالي جدا وهو قد لبستم المسيح نجيب القصة من الأول كنا في صلب آدم حينما أخطأ وورصنا الخطيئة والموت والفساد لأننا كنا في صلب آدم زي من القديس بوليس الرسول في روميا خمسة بيقول كتب فورصنا الخطيئة والموت والفساد فجاء السيد المسيح بصليبه يعطينا إيه؟ البر والقداسة والحياة الأبدية فصرنا جميعا ولسنا أبناء الدهري وأبناء العالم وأبناء الخطيئة صرنا أبناء الله اللي يقول عنه القديس يوحن في إصحاحه الأول المؤمنون بإسمه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله وسؤالنا لنا كلنا هل نحن نتمتع ببنوة حقيقية لله وأنت ماشي في الشارع كده هل تحيا كابنا لله؟ ده المستوى الأول على فكرة نحن لسه بعد شوية كده هنقول زي القديسين والأنباء برسوم قد لبستم المسيح بس خليني كده واحدة واحدة نحن الذين اعتمدنا جميعاً قد صرنا أبناء الله يعني حضرتك وحضرتك وحضرتك تبص في البطاقة أنا ابن عم فلان والساس فلان والساس فلان بس أنا ابناً لله لأنه قد اشترانا بدمه أنا مدفوع فيها دم غالي أنا صرته ابناً لله بصليبه بدمه بفداءه أنا مدفوع فيها دم غالي أنا مدرك الحقيقة دي لأنكم جميعاً أبناء الله البيت بتاعي بيدل على كده الأسرة بتاعتي بتدل على أني ابن لله نيجي الأستاذ ده نقول له حضرتك بتتكلم كده بالإنجليزي يقول آه أصلاً عيلتي من كندا وبنتكلم من كده ولقى الست دي بتتكلم فرنساً وتقول له أصلاً عيلتنا بتتكلم كده أصلاً من فرنسا وأنت لغتك ابناً لله لغتك اللي بتتكلم بيها ولسانك اللي بتتكلم به هل يشير إلى بنوة حقيقية لله ده سؤال مهم ده سؤال مهم لما بولس بيقول لنا في غلاطية نحن أبناء الله ويقول لنا في رميا كمان إذ نحن أولاد فنحن ورثة ورثت الله ووارثونا مع المسيح أصل دي لها بركات كتيرة البنوة لله دي هل تدرك نمر واحد إن الله قد اشترانا بدمه فإحنا غاليين عليه هل تدرك إنه اشترانا بدمه فأعطانا الحياة الأبدية هل تدرك إنه اشترانا بدمه للبنوة فتحررنا من سلطان إبليس ونقلنا من الموت إلى الحياة شكرك يا رب صدقوني إحنا في نعمة وما ندركاش فقط لنعلم إننا سرنا أبناء لله بالمعمودية يقول كده أنا طبعا مش شايف الحمد لله دي حاجة كويسة لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح إحنا اعتمدنا مش كده ولا إيه لإخوة لأخوات كلنا اعتمدنا للمسيح اعتمدنا باسم الآب والابن والروح القدس فيجي يقول لنا كده يقول للأباء الأسقفة والأباء الكهنة اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الضهر طب هي علاقتها دي فيه أب بيسيب أولاده أم الخايف ليه فيه أب بيسيب أولاده أم المضطرب ليه صرنا أبناء الله فنبويا ملك نحن عرفنا أن الراجل ده أبوه ترقى وبقى وزير بقنا كلنا نسلم عليه كده ونقول له يا فندم عايزين بس وسطة كده ندخل ونحن صرنا أبناء الله فأبويا أبويا الملك يقول لي إيه لا تخف لا تتلفت أنا معينك النسية الأم الرضيع أنا لا أنساك تخفش الآن ومضطرب وخايف وما لا تبصي من وشمال خايف ليه مضطرب ليه أبوك السماوي بيقولك لا تخف ودي الكلمة اللي شجعت الأم ببرسوم أنه يدخل ويلاقي ثعبان أنا مش خايف منك الله قد أعطاني سلطان عليك فأنا مش ألآن أي دوشة وكلام وحكاة ووزيطة وناس مضطربة وناس خايفة وناس ألآن والمسيح نائما في مؤخرة السفينة أما تبالي أننا نهلك لمس ملكم كده خفاف كده ملكم كده بتضطربوا في سرعة كده واحد تتكلم حاجة واحد قال حاجة ايه ده ملكم كده أمواج وفلوس ولغبطة في الدنيا والمجتمع لا تخافوا يا قليل الإيمان أبوكم السماوي أبويا السماوي رفع عينك لفوق قل له أبا أنا الذي في السماوات أنت قلت نحن أبناء الله ده وعدك وإنت اللي قلت كده أنا مسلم لك أنت أبويا فأنا مش خايف سألت ده وأقول لكم على حاجة كمان لو جيه واحد فيكم عمل أخطاء وحشة جدا 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 وهو صغير كده كسر حاجة ده ده بوص حاجة عمل حاجة ينفع حضراتكم أباء وامهات ينفع الأب والأم يروحوا السجل المدني الصبح ويقولوا لهم يا جماعة لو سمحتوا احنا عايزين نشط بالواد ينفع تيجي على بالكو دي مش كده يا ما عملتوا حاجات وأنتوا صغيرين مش كده حد من والديكم رحل بيل بتاع ده يقول له يا جماعة بعد إذنكم أنا عايز أشط بالواد إذا كنا إحنا بشر ضعفاء خطاه وبتقولوا إيه ده هو في حاجة اسمها كده يا ابونا لا يا ابونا هو ينفع الأب يشطب ابنه إزاي كده فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات ونحن بعد خطاه وإحنا وحشين مات عشان كده أبوه السرسول يقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا يعمل كده كيف لا يهبنا معه كل شيء إزاي يعني مش يديني السماء والملكوت لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا ده ده صلب على صلب ده ترك السماوات وأخلى ذاته آخزا شكل عبد صائرا في شبه الناس وأطاع حتى الموت موت الصليب في لب 2 5 أبوه السماوي من فين النهاردة يمشي رافع راس يقول أنا ابنا لله هو قال لي كده لأنكم جميعا أبناء الله من العمل دي يسوع المسيح من اللي ردلنا بنوتنا تاني بعدما آدم سقط وأخطأ وكنا في صلبه فسقطنا من ردنا ورجعنا تاني ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح عشان كده إحنا لما بنيجي بنعتمد بنعتمد باسم يسوع المسيح عشان كده بقول السرسول يكمل ويقول لأنكم لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح بنعمتك يا رب بمحبتك يا رب بفداء يا رب دي مش موهبة في دي مش طارة في لا يا رب دي بنعمتك انت بالمسيح عشان كده الكنيسة تعلمنا تقول ايه يلا يا أولاد نقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك بالمسيح يا سواء ربنا وبقول لسه الرسول يعلمنا حاجة حلو يقول نحيا في المسيح بالمسيح للمسيح هنقولها كتير للمسيح يسوع رجل ومرات يتجوزوا في الوصية في المسيح يسوع يتسندوا على مين بالمسيح يسوع عشان يروحوا فين للمسيح يسوع في الأبدية في الكهنوت في المسيح يسوع أنت اللي تقويني بالمسيح يسوع ليه عشان أنا وشعبي للمسيح يسوع في التكريس في المسيح بالمسيح للمسيح احفظوها سهل قوي دي سهل خالص فالنهاردة بيقول لنا كده لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح كلمة الجميل قوي دي قد لبستم المسيح يا فلان انت لسانك حلو يقول مش لساني ده لسان المسيح يا فلان نظرك حلو يقول دي مش عيني دي عينين المسيح اصلي قد لبست المسيح كهنتك يا رب يلبسون يلبسون البر وابرارك يبتهجون تشوف ابونا وسيدنا فرحان ومبتهج ايه مالك مبتهج ليه انا قد لبست المسيح طب يعني العينين دي مش عينين فلان لا 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 قد لبست من المسيح كسوب كرداء ايه مالك ايه مالك ايه مالك ايه مالك لانه بيك دا دا سترك ايه مالك 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 بشح بثوب القداسة كان له سلطان على الطبيعة الحيوانية الوحشية واخضع الثعباء وانا حتة نرفزة مش عارف امسك نفسي فيها ولا حتة شتيمة ولا حتة فكر مش عارف ضال بيجيلي على بالي فقوله ما عنديش سلطان سلطان المسيح على فكري اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو يا بس التعبين والتعبين دا دا كلام فاضي سلطان الفكر هل لما تجيلي فكرة ان انا ادين حد ولا اشتم حد ولا اغلبت حد ولا انظر نظر شريرة ولا كده ولا كده هل عندي سلطان المسيح الذي يقول لي لا تدينه فلا تدنه لا ما عدش ما عرفش ما عنديش السلطان دا انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد استطرتم قد لبستم دا بيقول لي قد لبست المسيح كسوق كرداء يا طب بقول لكم على حاجة حلوة خلص مين فينا كده يبقى لابس ثوب البر وثوب القداسة وابليس يقدر يقرب له ابليس يجي يلاقيك واقف وقفة صلاة ثوب القداسة واقف وقفة صلاة قوية تريعب شادر يقرب وتعرفين قصة قديسة بقيسة وعرفين قصص الرهبان اللي يكون في شلف البرية ويرشم صليب في الصحراء ايه الموضوع اه انا قد استطرت وستطرت بك انا بتستر بيك يا رب انا باحتمي فيك يا رب انا بتغطى بيك يا رب واحد يبقى غلبان جدا وقول يا صلولي يا أبوهات صلولي انا مصطور بالمسيح مش بشطارة ولا بموهبة ولا بحاجة انا مصطور بالمسيح اه ده اللي عنده القوة بتاعة الاية دي نمرة واحد هل انا عندي فكر المسيح هل قد لبستم المسيح في أفكاركم فأصبح فكري مقدس ففكر تعالوا نرائي بالأفكار كده هل فكري طاهر ما بيروحش النجاس ما بيروحش لحاجة وحشة ما بيروحش لسلبياته وهو حاشة ولا حاجة وحشة ولا ولا هل فكري مقدس مصطور مصطور برداء المسيح هل أحي حياة المسيح عندما يأتوا إليه بامرأة ومسكت في ذات الفعل ويرموها قدامه يسكت يوطي على الأرض ويرسم من منكم بلا خطية بعدما الكل ميشي واحترامها جدا عمل يا بنتي أمدانك أحد ولا أنا أدينك من يستتر بثوب المسيح فقط من يفكر في المرضى من يفكر في المحتاجين من يفكر في الآخرين من يفكر في الغرباء من يفكر في المساجين من يفكر فكر المسيح قد لبستم المسيح من يفكر في دي قاعد كده يقول إيه إحنا عندي فكرة حلوة أنا عايزة روح أقول لأبونا أن نعمل مشروع كده كده علشان نساعد الغلاب أنا بفكر أنزل أخدم الجراني اللي تحتية ظروفهم صعبة جدا واقتصادياتهم على قديها أنا عايزة روح أخدمهم في ناس عندهم جنازة وأكيد هممتأثرين أنا أخذ مراتي ونروح نظرهم من اقتنى فكر المسيح وقد لبس المسيح نرتدي المسيح في أفكارنا وأنت نازل الصف تقولي يا رب أنا عايزة ستر بيك أنا عايزة تغطى بيك أنا النهاردة هدرب حياتي إنه كما يفعل المسيح لابد أن أفعل وأنا هدرب نفسي يا رب أنا هعمل اللي علي وانت غطي كل ضعف في يا رب أنا هعمل اللي علي وانت غطي واستر كل ضعف في الأنبى مخائيل المطران كان يقول كده يا رب أنا هنزل الصف أعمل اللي علي وانت أستر كل ضعف في يا رب أنت هتستر أنا هحاول وتستر بيك واتغطى بيك وانت يا رب تكمل كل ضعف أنا هخدم وأنا مش يعني شاطر بس أنت اللي هتستر أنت اللي تسندني أنت اللي تسطرني أنت اللي تغطيني لأنه لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ولا تاني لأن لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح دي الأولانية دي بتاعتنا مش كده قد اعتمدتم بالمسيح مش كده كلنا قد لابستم المسيح المسيح يقدس أفكاري المسيح يقدس حواسي فاكرين يوم ما تجوزته يوم الإكليل تبقوا مشغولين وما دوشين عشان كده دايما نقول للأباء الكهنة خلوا الولاد يصلوا تدوشهمش بالكاميرات والحاجات دي خليهم يركزوا لاند سر مقدس أبونا رفع الصليب وقال كللهما أيها الآب باركهما أيها الابن قد 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 تسحى كل يوم الصفحة تقول قد 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 يا رب من استلمتهم من قدام المسبح استلمتهم من جرن المعمودية حواسي وأفكاري قد قد أيها الروح القدس أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح تعال انقد افكارنا وانقد حواسنا وانقد ان قد طبيعتنا في المسيح يسوع أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح من يقدر عليك من يقدر عليك أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف أم أشياء حاضرة أو مستقبلة لا شيء يفصلني عن محبة المسيح ليه أنا قد لبستم المسيح اش تقدر تخلع جلدي اش تقدر ايه اي اضطهاد اي كلام اي حاجة من يفصلني جلدي خلاص من يفصلني عن محبة المسيح ده واحد اتحد بالمسيح ولبس المسيح كالسوب يعني بولس الرسول بصراحة يعني فعلا في تعبيراته وفي غاية الدقة وغاية العمق كل سنة وحضراتكم طيبين لأنكم جميعا أبناء الله لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح غلطية ثلاثة ستة عشرين وسبعة وعشرين كل سنة وحضراتكم طيبين المسيح يبارككم ويديكم نعمة وبركة كل سنة وحضراتكم طيبين بشكر قناة ميسات اللي جات وشاركت معنا بكرة الأداس الحمل الساعة تمانية وبنعمة ربنا نهضة القديس العظيم الأن ببرسوم بتبدأ من يوم تسعة اليوم سبعة وعشرين تسعة كل يوم في نهضة روحية وفي اجتماعات هيكون فرصة جميلة أن كل أبناء الأن ببرسوم في كل الجمهورية وخارج مصر ييجوا يباركونا ويشرفونا في الدير ربنا يحفظكم ويبارك شعب حلوان والمعصرة والتبين وميو لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآبات آمين